متدينة يعني شكلي بس الأقلية هي المتدينة طيب حضرتك كنت بتقول من شوية أنه بدأ أعلام الأسر اللي فقدت زويها سواء بالوفاء أو بالأسر في الآخر آخر يوم لكن ديان مشه ديان يوم الأربع عشر أكتوبر اعترف قدام رؤساء تحرير الصحف بالفشل وقال لا توجد لدينا الآن القوة الكافية لأن نقذ بالمصريين إلا إذا خاطرنا بإنهاك قوتنا تماما وأقول لكم وبصراحة لقد بات واضحا أمام العالم كله أننا لسنا أقوى من المصريين تمام بعد 8 أكتوبر ابتدى يعي المشهد إنما في نفس الوقت التصحات بيتم معضها على رقابة بمعنى إن ده حديث ودي مكشفة إنما الواقع على الأرض كان الولاد يجيبوا الدهان يخفوا به مصابيح السيارات يعني متخنين الجيش المصري داخل على بيوتهم زجاج النوافذ زي لما كنا في الاستنزاف الجلاد الكحلي والسواتر لقدام العمرات ويجيب شكاء غمل ويبتدي يستعد السواتر إلى المنازل نفسها بمعنى أنه تخيل إن الاجتياح هيتم لأقصى مدى وإن ده يوم القيامة بالنسبة لإسرائيل وإن وجود إسرائيل هو اللي في خطر مش موضوع إن أنا هبتدي أرد طيب التسجيلات اللي اتسربت من هيئة الأركان والحكومة الإسرائيلية والوسائق السرية بتوضح حجم الهزيمة اللي شعر بيها الكيان السهيوني يعني حجم الضرر المعنوي في رأي حضرتك قد إيه وأثر لغاية فين هل تخلص الإسرائيليون حتى الآن من هذا الأثر وهذا الفزع اللي حالتك بتشرحه نحيي حضرتك طبعا على السؤال ده يعني عندنا الجرح لسه لم يندمل بمعنى أن أي تقصير زي الكورونا الحالية يقول لك هنعيد حرب أكتوبر تاني الفشل العنيناء رغم مرور نص قرن طبعا 50 سنة يقول لك الموجة الأولانية في الكورونا كنا زي 67 الموجة التانية إسرائيل رقم ثلاثة في العالم من حيث الوفيات في السبعة أيام الأخيرة الأرقام عالية جدا رغم أنهم عددهم أولايل كمان ما هو بالنسبة لعدد الملايين كم في المليون الإحصائيات اللي بتنزل بتنزل يقول لك مثلا إصابة 300 شخص طب 300 دول لما يكون الشعب 3000 في المعادلة غير لما يكون 3000 مليون 300 مليون عندك فالرقم ثالث على مستوى العالم بعد الأرجنتين وبعد جزيرة صغيرة في المحيط الهادي فهنا بيقولوا أهلا ده حرب أكتوبر ده فشل ويبتدي يهاجم نتنياو شخصية فده اللي بتكلم عليه اللي هو الجرح الذي لم يندمل وإن عندنا إيه لزعيرة ده مدير المخابرات الحربية التهنوب إنه هو مهندس العزيمة لأن طبعا نتنياو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول لأصل كان فيه تعادل أصل إحنا عدينا الصغرة يعني يقول لزعيرة تحت الصغرة إنما مرضود عليها لأن إسرائيل ارتدت من الصغرة بالكامل إحنا مرتدناش من الضفة الشرقية متكبدت خسائر رهيبة كمان وانسحبوا لأول مرة والتزموا لأول مرة بفضل القوة والأراضي المصري فده مهم فيه واقعة تانية اللي هو إسرائيل طال طبعا أنا عايز أسرد إزاي التسلسل ديفيد بن جوريون توفى اللي هو مؤسس إسرائيل في ديسمبر 73 ابتدى يحصل هزة في إسرائيل ده في أعقاب الحرب الحكيم بتاعهم آه لأنه اكتأذ يعني بسبب الهزيمة تسر الخطر هو كان فعلا ابتدى في بيرسابياد كده يعتزل معزل يعني إنما المشورات مستمرة بعد كده جي رئيس الأبكان مات بأزمة قلبية بعد ما تم عزله بعد كده تخصوا أن الحلم الصغيروني كله استقال بسبب أجرنات وهكذا ابتدت السلسلة تنهار بشكل مفاجئ ومتتالي الضربات دي موجعة ابتدى الجانب الإسرائيلي الرأي العام الإسرائيلي يقول أنتوا مش كنتوا عاملين احتماليا أن مصر تعدي يعني فين الخطة كان فيه حاجة اسمها خطة بورج الحمان ده اسم كودي لأن إزاي هنرد على المصريين لو عدوا لو عدوا فجي إسرائيل طل اللي هو يعتبر أبو المدرعات في إسرائيل وأبو المركبة اللي هي المدرع الأشهر الأرضي بيسأله بيقوله كان فيه برج حمامه ولا مفيش فهو طول الوقت يحاول يناور والأرضي يقوله أنا مش فهمك يعني أنت فيه يعني سؤال بديه فيه ولا مفيش يقوله أصلحنا عدناها استعدين ولا مش استعدين والأسئلة بقت في التحقيقات يقوله يعني دلوقتي ما بتدوش للقائد الدبابة ليه رشاش رشاش داخلي يعني تخيل واحد جوه دبابة وأنا كسرتها أنا جندي مصري مترجل ودخلت كسرت الدبابة بتفاجئ إنه هو مسلح برضه لا يعني أنا خلاص بقى إذا كنت كسرت الدبابة هخافنا الرشاش ما أنا خلاص سيطرت على دبابة اللي هي مصطحة يعني اللي بواها أكيد مش عافي تصرف هو العادي إنه بقى فيه طبنجة قائد الدبابة مسلح بطبنجة فبيتتموه بالتأثير قائد المدارعات في الجنوب اللي هو جبهة المصرية ما كنت تدين بدل الطبانجة رشاش أما ده طبعا ده قاضي مش مصدر عسكري اللي بيسأل طبعا بيأسخر منه يعني عايزة أسأل حدرتك يعني برضو من ضمن التسليم